اهلا بكم كي حلقة دي ده من حلقات حياة ما هاجر بامريكا النهاردة الحقيقة جاي اكلمكم عن موضعين الموضوع الاول هو اسخف التعليقات اللي جاتوا في سنة 2023 وده الحقيقة جرني اني اكلمكم عن ارباحي من اليوتيوب يطرى بكسب كامب كل فيديو فاخليكم معنا في البداية حب اشكر الاستاذ محمد ابو العنين الراجل ده مفوتش حلقة ما شفهاش مفوتش حلقة غير لما كتب تعليق ينم على ثقافته الحياة للقناة بتاعتي لم تصادف اي نجاح في 2023 المشاهدات قلت والاشتراكات قلت اه والتعليقات مفيش خالص مفيش حاجة يعني بس انا دي هوايتي انا بتسلة يعني ولكن اه اسخف التعليقات الحياة اللي جات لي واحد بعتلي مرة يقول لي شكلك كده ما اتعرفش حاجة انت شكلك كده عمرك ما شفت بنسلفانيا دي شكلها هي اصلا مش عارف اقول له ايه ده يعني انا بقالي من ساعة ما جيت امريكا وانا عايش في بنسلفانيا ما شبتهاش فمش عارف التعليق دي جايبه منين يعني هو يعني فاته خلاص واحد تاني بيقول لي احسن حاجة عملها في الدنيا انك تجيب كلب تتمشى بيه انت بتتكلم ارد علي اقول له ايه مش عارف يعني هو الفيديو يبقى كويس لما اجيب كلب واتمشى بيه تعليق تاني سخيف جالي اه بيقول ان انا ضعف المشاهدات ده واتناتج عن اه سوء المعلومات او ضعف المعلومات او تقريبا كده في معناه بيقول انها معلومات مغلوطة كلها عشان كده محدش لا بيشوف القناة وزي ما انتم شايفين التعليقات والتفاعل على القناة قليل جدا فمش عارف برده اقول له ايه هو ما فيش اي حاجة من اللي انا قلتها مش جايبها من مصادر رسمية وساعات كتير لو بتكلم عن مواضيع خاصة بالهجرة تحديدا فبرجع وبجيب نقط واحد اتنين تلاتة اللي هي موجودة في موقع الهجرة الرسمي لامريكا او مكاتب محاماة تفسيرية لو فيه نقط مش مفهومة فانا مقلفتش اي حاجة بس الواقع عند الناس مش عايزة تسمع الكلام اللي من النوعية دي هي عايزة حد يقول لهم معلومات مغلوطة او يبين لهم صورة مغلوطة عن الحياة في امريكا لكن اللي بقول لهم الحقيقة مش عايزين يعني يعني حد يتكلم على الاكل على الشرب اه على الاسعار ويبدأ يقارنوا بين الاسعار او واحد يقول لهم شوية اكل يعد يدوء قدامهم ويجيب سعره او واحد يقول لهم هجيبكوا امريكا اعملوا كذا واحد اتنين تلات هتيجوا امريكا والحقيقة كل الكلام ده كلام ما ما يوديش ولا يجيب يعني ولكن اذا كانت القناة بتاعتي قسمين قسم معلوماتي خاص بالهجرة او باي اجراءات فانا جايبه من مواقع رسمية والجزء التاني الخاص بالخبرة فدي خبرتي الشخصية واللي انا شفته بيطلع ناس يقول لك انت مش عايش هنا وجايب معلومات اه اريها ومتعرفش حاجة من بانسلفانيا ده مش هقول له ايه واحد يقول لك اه جايب معلومات مغلوطة مغلوطة هي عم مغلوطة هي عموطة هو بس الناس عايزة تسمع اللي هي عايزة تسمعه وتسد ودانها الحقيقه ولما تحاول تقول لهم الحقيقه يكرهوك برضو فيه تعليق سخيب جالي اه لما حصل الغزو على قطاع غزة فقلت فرصة بما اني رحت اقول لكم عن طبعاتي ولا انا شفته احد التعليقات السخيفة اللي جات لي اهو ركوب موجة وخلاص مش عارف موجة اللي انا هركبها انا مش عايز يعني ما بستفيدش حاجة انا من القناة دي عشان اركب موجة او ما اركبش موجة انا الفيديو اللي بعمله اللي بيجب تمانين مشاهدة ولا ميت مشاهدة ولا متين مشاهدة ده بتجيب تلاتين سنت واربعين سنت وخمسين سنت انت يعني انت لو وقفت في اي محل في امريكا هتلاقي الناس بترمي سنتات في الارض ده لكم يعني دايمز ولا نيكلز ولا سنتات لو وقفتوا نص ساعة هتجيب اللي بيجيبه في الحلقة بدون ما تبزل ملهود على حاجة ولا تفكير ولا تصوير ولا مونتاج ولا رد على متابعين فمكلمك ان انت يعني مش عارف سمعت وصد ولا ده انا معدي الكاميرا اللي قطتني وبعدت رسالة مسجلة ان انا اتصورت يعني so it doesn't matter anyway ففي واقع الامر يعني انا ما بكسبش اي حقا بالقناة دي دي مجرد هواية بحتة اه عايز اتفرج اهلا مسهلا مش عايز اهلا مسهلا لا بتربح منها ولا بتكسب منها انا يعني اقل كاميرا عندي اقل تمن كاميرا عندي اغلق مسلا عشر مرات من اللي انا خدتوا مع اليوتيوب من ساعة تفتحت ثلاث سنين بقول لكم خمسين سنت وسبعين سنت وستين سنت حاجة يعني صعبة عشرين سنت يعني مفيش مشاهدات اصلا ولا تفاعل اي ان كان نوع فانا ازي القناة ليست التربح بس الناس حب يعني يتهجم على الناس وتتنمر عليها بدون واجه حق وبدون ما تعرف الحقيقة الكلام ده ممكن تقول له لا حد بيقى بيعمل تلتمائة الف ولا ربعمائة الف مشاهدة خمسمائة الف مشاهدة ماشي بيركب موجة ويتربح ويشوف الترند يركبه زي ما بيقوله ومع الراجعة بس انا ما بعملش كده انا كان غرضي انها قلقي الضوء على السبب هذا التنازع اللي عمره ما انت وبرضو ما فيش حد شاف حاجة يعني ما حدش يلزمه الكلام ده يعني الخبرة الشخصية اللي انا اخدتها من هناك زجرتها كلمة كلمة خطوة بخطوة ولكن عملتها للتربح يعني على اساس انها بيطلع لي حوالي خمسين سنت ولا حاجة اربعين سنت ان الخنامة متجيش حق حتى اقول لكم يعني كلام عيبي ايا كان بس يعني حبيت اوضح بعض الامور احاول احطو لكم اثبات على اللي انا بجيبه في الحلقة يعني اخدلكم كده سكرين شاتس واحطوه لكم عشان تصدقوا الكلام يعني انا لا اتربح اصلا من القناة ده هي مضيعة على الوقت يعني لو خدتها من ناحية المنفعة فانا هم ضيع وقتي لكن هي هواية عندي معدات تصوير كتير اشتريتها على مدار السنين يعني فول تستغلها يعني تاسل هي وحاجة بحبها حتى ان انا يعني في اوقات كتير يعني مكسل ان انا اعمل حاجات ملهاش اي لازمة محدش هيشوفها ولا يسمحها ولا تهمه كنت عايز عم با اتكلم كتير في فروع من الثقافة يعني لكن محدش عايز يستفرق ولا حد عايز يسمع فحس ان ابتكلم بكلم نفسي يعني بس دي كانت حلقتنا النهاردة اشكركم والقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة